موسيقى احنا نعمل مكاش كتير محتاجين نعمل ممكن بلاشر مثلا لو نبقى تاند من الشمس مش محتاجين محتاجين نعمل كنتور خفيف قوي محتاجين نحط ممكن نلعب اكتر بالليب ستيكس والجلوس هنا بقى مكان الجلوس مثلا هيبقى شكله لذيذة على البيتش مش محتاجين طبعا نركب رموشل واحنا على البيتش مش محتاجين نرسم عين يعني هوا الموضوع كله ان احنا بنزبط الكنتور ونزبط الوان بنلعب الوان الرجات البنت قبل ما تحطوا الميكوب وهي نزلة على البحر بتستخدم ايه مسلا سان بلوك ولا الروتين اللي هي تعملوه لازم طبعا تبقى حطة سان بلوك علشان تحافظ على ضشرتها ان هي متتحرقش من الشمس او اشعة الشمس الضرة لازم نحاول نختار الوقت اللي ننزل اللي هنطفي في الشمس ونبقى معرضين للشمس فيه طايم معين كده من ساعة كذا لساعة كذا اللي احنا نينفع تبقى الشمس هتبقى مفيدة بالنسبة لنا مش مضرة وطبعا سان بلوك ده ده شيء اساسي على البيتش او الصبح عمتا حتى لو بنات بتتحرك رايحة شغلها الصبح لازم تخفز على وشها بالسان بلوك من الشمس عايزيني تكلم اكتر عن السان بلوك وانواعه بالنسبة للبشرة البشرة لو دهنية لو جفة لو مختلطة بص هو عمتا السان بلوك كل هي مثلا لو هتروح تشتريه من اي مكان هي دايما بتجيب الحاجة المناسبة لها بيبقى مكتوبة على السان بلوك زي كان ده مناسب للبشرة الدراي او الدهنية او المختلطة المختلطة بتبقى هي بتلمع من منطقة تي زون والباقي بتاعها بيبقى جاف غالبا فلازم طبعا تعرف تختار بتختار وتقرى التعليمات والتفاصيل اللي مكتوبة على السان بلوك شوفها مناسبة الوشها ولا لا لان هي لو مش مناسبة هتضرها مش هتبقى هي عملت بروتكت لنفسها بشكل سليم وضرت نفسها فلازم تعرف التفاصيل اللي على البروتلزات نفسها وشوفها مناسبة لها ولا لا يعني مسلا البشرة الدهنية بيناسبها يكون السان بلوك في اي اكتر زيوت ولا ما فوش او خالص ولا البشرة الدهنية المفروض هتجيب حاجات اويل فري لان قريدي هي وشها بيطلع اويل هتجيب الحاجات المفروض المتيريال بتاعتها تبقى اوتر بروف علشان الحاجات تفضل موجودة معاها لان البشرة الدهنية مسامها واسعة هبتعرق بشكل اسرع بتلمع بشكل اسرع فلو الحاجة دي مش هتبقى سابتة اوتر بروف هتسيح وتقع البشرة الجفة عكس البشرة الجفة محتاجة حاجة فيها اول اكتر مش محتاجة حاجة تثبت لان هي اوريدي مش هتعرق فاللي هتخطه هيفضل قاعد على وشها مش محتاجة حاجة فيها كم عشان مايعملش لارز على وشها ده الفرق ما بين الاتنين فيه حاجة اسمها بيرفكت مط بيتحط قبل المكياج عمتا هو بيسد المسام بيخلي البشرة يعني مثلا الناس اللي وشها بيعرق او بيلمع هم بيبقوا بشرة دهنية فمحتاجين يحطوا حاجة زي البرايمر مثلا بانهو بيخلي الوش يعرق بشكل اقل بيقلل من حجم المسام بيدياقها شوية فمش بتعرق بشكل اسرع زي هنهاي مش حطة فبدا بيخلي الحاجات اللي هيا بتحطها تفضل قعدة معها اكتر وقت فبتحفظ عليها اكتر الالوين بقى الجديدة اللي هتكون موضة الصيف السندي بصي هي الالوان انا شخصيا بحب الالوان الارس كولارز جدا الالوان الترابية بحبها جدا وبحس ان هي قريبة لطبيعتنا مثلا كعرب قريبة لالواننا اللون السكن اللون الشعر اللون العنين فدايما برضو انا ما بحب شمشي مع الموضة اوي بحب ان انا اعرف الموضة من باب ان انا لازم يبقى عندي ثقافة وضراية وعندي ابدات دايما بالحاجات الجديدة بس ما تأثرش بيها لو دا مش هيبقى مناسب لليا او للناس اللي انا هعمل لهم الكلام ده لازم دايما باقتبس من الوش يعني انا مثلا انا بعملك ماكياج خدت من لون شعرك من لون السكن بتاعتك من لون عينك ان انا بحاول الالوان دي اللي ربنا خلقك بها فدي طبيعتك دي احلى حاجة عليك فانا باقتبس من الالوان دي وحاول ان انا عمل زيها يعني انا بحاول اجيب من الطبيعة واعمل الشكل ده فاهمة؟ اخر حاجة تنسح بقى البنات واحنا دخلين على الصيف يخلي بالهم بقى من موضوع ان هو لازم يحتموا بقى بالسان بلوك عشان الشمس خلاص بتاعت يتغير ان هم بيحتموا كتير بيبقوا تاند اكتر طبعا احنا في الشيطة بنبقى كلنا بنبيض ففي دخول الصيف كل الناس هتحتمل هي تعمل تبقى تاند بنسبة الوشة وبنسبة الجسمها فلازم يخلي بالهم ان هم ما يتعرضوش لاشعات الشمس الضر في الوقت اللي بيبقى فيه ضرر خلينا ناخد الحاجة المفيدة بس اللي هتبقى مناسبة لنا